وجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب الدعوة لشركة ماستر كارد للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والمقرر يعقده في شرم الشيخ الشهر المقبل كان محلب قد شاهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وشركة ماستر كارد العالمية حيث أكد أنه يتم العمل على تمكين المجتمع من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تسهيل الخدمات ومحاربة الفساد اتجاه لحل أزامات الوقوف لساعات لصرف المعاشات أو إنهاء إجراءات الدفع والصرف بالمصالح الحكومية فاتفاقية وقعت بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الاتصالات وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في البطاقات الإلكترونية هدفها تسير الخدمات المقدمة للمواطنين تحويل المجتمع ليستفيد من إمكانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سهولة الحصول على الخدمة وفي نفس الوقت توفير الأعباء المالية عن المواطنين ورفع مستوى الأداء الحكومي ومحاربة الفساد والشفافية وبالتالي يأتي تفعيل ما يطلق عليه المدفوعات الإلكترونية سواء للمرتبات أو كل ما يختص بالخدمات هو تسير على المواطنين وفي ورشة عمل تم تحديد آليات تنفيذ تلك الاتفاقية التي ستمتد لكل الوزارات المصرية وتحديد المشروعات والخدمات التي سيتم ميكانة التعامل النقدي فيها اتفاقنا برضو أن نحن نأخذ البريد كنموذج لتفعيل بعض الخدمات التي ترفع مستوى خدمات البريد اتفاقنا أن نحن نعمل مركز للابتكار والأباع عن طريق شركة مصر مستر كارد اتفاقنا أن نحن نحط استراتيجية مجمعة تحقق في النهاية الاستفادة القصوى من هذه الخدمات والابتكارات التي موجودة من شركة عالمية زي شركة مستر كارد يجب أن نتعاون كي نخفف الاتكال على النقد واخراج النقد من السوق والاتكال على المعاملات الالكترونية وذلك بالشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية والمصارف المصرية وشركة بنوك مصر وشركات الابتصالات ولم يغب مؤتمر مصر الاقتصادي عبر فعاليات اليوم فالشركة العالمية رحبت بدعوة رئيس الوزراء لحضور المؤتمر ورأته كفرصة لتوسيع اثماراتها بمصر انطلاقة تكنولوجية تمنح مصر ثقة عالمية بقدرة اقتصادها على النمو فهي خطوة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد والبيقراطية عبر نشر التعاملات الالكترونية من مقر مجلس الوزراء حناد العربي التلفزيون المصري